عندك هموم اقرأ 14 آية السجدة ثم اسجد لكل منها واسأل الله سبحانه وتعالى بدعائك أن يكفيك الله همك فإن شاء الله في هذه سر كبير وسر عظيم مخفي عن الناس إخواني الكرام فكن أنت من الذين يستمعون إلى هذا الدرس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحب أجمعين حياكم الله أيها الإخوة والأخوات بدرس جديد من دروسنا في السلسلة الفقهية المبسطة على المذهب الإمام أبو حنيفة وقد انتهينا من باب سجود السهوة الآن وصلنا إلى باب سجود التلاوي إخواني الكرام باب سجود التلاوي سوف ننهيه اليوم بإذن الله حتى نستطيع أن نتخطى الأبواب القادمة حتى نصل إلى إن شاء الله شرح كتاب الصيام قبل حلول شهر رمضان لأنه رجب شارفة على القدوم فإن شاء الله سوف ننهي هذه الأبواب فنبدأ على بركة الله اليوم وصلنا على باب سجود التلاوة طبعا إخواني الكرام باب سجود التلاوة كلنا بنعرف ما هو سجود التلاوة إذا إنسان دخل المسجد وكان مع الإمام وصار هناك سجد التلاوة كيف ننسجد للتلاوة إذا دخلنا المسجد ورأينا وسمعنا شخص يعني يتلو آية السجدة ماذا نفعل كل هذا إن شاء الله سوف نرخصه اليوم فنرجو منكم يعني إذا أول مرة بتتابعني فبنصحك أنه تضغط على زر الاشتراك في القناة وأنصحك أيضا بأن تتابع السلسلة كاملة ويعني ممكن تجيب أورا وألم إذا بدك في صندوق الوصف موجود رابط الكتاب ممكن تتابع معي من موبايلك وإذا ما حبيت تابع فأنا هلأ حاطت لك هوني جنب مني هون بتتابع معي من هوني باب سجود التلاوة قال هنا المؤلف شرطها استقبال القبلة شرط سجود التلاوة هو استقبال القبلة والطهارة أنه يكون متطهر من الحدث طبعا هنا الحدث الأصغر والحدث الأخبار من الخبث والخبائث وركنها وضع الجبهة على الأرض ركن سجدة التلاوة هي وضع الجبهة على الأرض هلأ في إجانا نحن أشخاص أرون أنه نحن ما عملنا نحسن نتابع معك ما عمل نشوف فممكن أنه أنت تكبرنا الصفحة شوية ممكن أن نكبر لكها ولكن ممكن الأوقات يعني ما حسن نكبر لكها قال هنا هون وصلنا نحن وشرتها استقبال قبلة وسطر العورة والطهارة يعني الحدث والخبث وركنها وضع الجبهة على الأرض وصفتها الوجوب لحنا هون إخواني لحنا هون وصفتها الوجوب على الفور في الصلاة إذا كنا في الصلاة لازم نسجدها فورا وعلى التراخي في غيرها إذا كنا نحن برات الصلاة فعلى التراخي مورن فورا نسجدها وكرها كراها تنزيهية الآن يأتي معنا في البحث ويشترط لصحة سجدة التلاوة ثلاث شروط وهي الطهارة عن الحدث والخبث لا يجوز لها التيمم بلا عذر يعني ما في صحة مثل صلاة العيد أنه يتيمم إلى أو صلاة الجنازة واستقبال القبلة وستر العورة وركنها وضع الجبهة على الأرض وحكمها يعني سجود التلاوة فيه تفصيل فإن كانت التلاوة في الصلاة كانت السجدة واجبة على الفور واجبة إخوان كرام على الفور وإن كانت التلاوة خارج الصلاة كانت السجدة واجبة على التراخي يعني بالضل في ذمتك فيعني وجب عليك سجودها ألا بيجي معناه شو منقول إذا ما في مجال أنه نحن نسجود فمنقول سبحان الله والحمد لله ولا الله أكبر أبع مرات أو نقول سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير هكذا نقول إذا لم نستطع أن نركع أو لم نستطع أن نسجد فورا تلاوة السجدة كما سيأتي معنا الآن قال سببه وحكمه ووقته سبب سجود التلاوة وحكم سجود التلاوة ووقته سجود التلاوة سببه التلاوة على التالي والسامع في الصحيح التالي يلي بيحكي يلي يقرأ السجدة والسامع سببه التلاوة على التالي والسامع في الصحيح وهو واجب على التراخي واجب على التراخي إن لم يكن في الصلاة كما ذكرنا وشو منقول وكرها تأخيره تنزيها طبعا نحن تكلمنا عن الكراهة التنزيهية والكراهة التحريمية كذا فهون كراهة مخففة إخوان الكرام وكرها تأخيره تنزيها يعني هنا كما ذكرنا أن الكراهة هنا خفيفة ويجب على من تلى آية ولو بالفارسية يعني إنسان يتكلم اللغة الفارسية وتلاها باللغة الفارسية وأنا فهمت يجب علي سجود التلاوة ويجب على من تلى آية ولو بالفارسية سجود التلاوة وقراءة حرف السجدة من كلمة قبله أو بعده من آياتها كالآية في الصحيح أو من آيتها كيف إخواني الكرام يعني نحن وصلنا لآية السجدة فأنا قرأت حرف من آية السجدة سواء كان الأول أو كان الأخير وجب عليه سجود التلاوة وقراءة حرف السجدة مع كلمة قبله أو بعده من آيتها كالآية في الصحيح مثلا مثل الآية عدد آياتها عند الإمام أبو حنيفة يعني 14 مثل ما ذكر هنا ولكن هي 15 فالإمام أبو حنيفة أخذ آية والإمام الشافعي أخذ آية مين هي بسورة الحج هذا يبين معناه في الأعراف والرعد والنحل والإسراء ومريم وأولى الحاج أخذها الإمام أبو حنيفة والثانية أخذها الإمام الشافعي والفرقان والنمل والسجدة وصاد وحام ميم السجدة والنجم وانشقت وإقرأ سورة العلق هذه 14 سجدة قال من يجب عليه ومن لا يجب من يجب عليه سجود التلاوة ومن لا يجب عليه سجود التلاوة قال ويجب السجود على من سمع وإن لم يقصد السماع إذ أنا مارئ فلاقيت في شخص حيقرأ آية السجدة بس أنا يعني ببدي أسمع انقصد السماع وإن لم تقصد بدي اسجد ويجب السجود على من سمع وإن لم يقصد السماع أو مارئ أنا فوجدت شخص عم يقرأ آية السجدة فاسمعت بدي اسجد إلا الحائض والنفسة طبعا هنين ما في عليهم سجود ولا عليهم الصلاة ولا عليهم الصيام لأنه هنين في حالة عذر شرعي الحائض والنفسة فإذا ذكروها يعني تلول هذه الآية هنين آثمين ولكن وجب علينا سجود التلاوة هنا لم يجب عليهم سجود التلاوة إلا الحائض والنفسة والجنب طبعا يأتي معهم والإمام والمغتدي به بالسماع من مغتدي يعني في بالمسجد جماعات فجماعة عم تصلي لحالة وجماعة عم تصلي لحالة في جماعة ذكروا آية التلاوة فلا تجبوا علي وعلى الإمام المغتدي وعلى الإمام والإمام والمغتدي به من سماع من مغتدي ولو سمعوها من غيره سجدوا بعد الصلاة هننا بعضين عم يصلوا إنسان العضادة عم يقرأ قرآن فتلى سجدة التلاوة واجب علينا بعض الصلاة أنه نحن نسجد سجدة التلاوة طبعا أخواني أعطيكم أنا هلأ بالشرح البسيط المفصل إذا وقفنا فلها أبواب كثيرة جدا ولكن يعني هذا مختصر لكتاب الفقه من عيدة ولو سمعوها من غيره سجدوا بعد الصلاة تمام لتحقق السبب وزوال المانع من فعلها في الصلاة ولو سجدوا فيها يعني الصلاة لم تجزهم إذا قالوا قلص مثلا نحن بدنا نصليها بدنا نسجدها فلم تجزهم ولم تفسد صلاتهم في ظاهر الرواية يعني زادوا يعني زادوا على الصلاة سجود لكن من جنس الصلاة لم تفسد صلاتهم لأنها من جنس الصلاة قال ولو سجدوا فيها لم تجزهم ولم تفسد صلاتهم في ظاهر الرواية تمام أربعة ويجب بسماع الفارسية إن فهمها على المعتمد كما ذكرنا أخواني الكرام وجب علينا سجود التلاوة واختلف التصحيح أو اختلف التصحيح في وجوبها بالسماع من نائم ومجنون أنهم مرفوعين عنهم القلم النائم والمجنون رفع عنهم القلم فإذا تلوها وهم نائم تلأ آية السجدة قدام مني فأنا لا أسجد لأنه لما تكلم هو كان مرفوع عنه القلم والمجنون أيضا كمان في نفس الحكم قال إلا ولا تجبوا بسماع من الطير والصدى واحد عنده ببغاء طول ما له آعين عم بقرأ آية السجدة ما بالسجود والصدى إذا كان أنا عم بسمعه عبر وديان عبر سجلة عبر موبايل عبر تلفزيون إلا في حالة وحدة إذا كان البث مباشر هنا وجب عليه سجود السهم لأنه في وصل بينه وبينه هو احتباس صدى إخواني الكرام التلفزيون بيكون بالفيديوهات واحتباس وقت فممكن أن تشوف مثلا قرآن تسمع قرآن وهنا مثلا طلعت تلاوية عندما منك في القرآن فلحنا بنشوف إذا هذه كانت بث مباشر أو كانت غير بث مباشر ولا تجبوا سماعين من الطير والصدى تمام بمن تؤدى ومتى بمن تؤدى ومتى قال وتؤدى بركوع أو سجود في الصلاة غير الركوع الصلاة وسجودها تؤدى سجدة التلاوة بركوع غير ركوع الصلاة والسجود وتؤدى بركوع أو سجود في الصلاة غير الركوع والسجود كيف يعني أنا قرأت آية السجد فوجب علي أن أسجد بها على الفور فأنا أسجد بها صار عند مني سجود ثم ارتفعت من السجود وأكملت القراءة فصار عند مني هل أسجد زيادة قال وتؤدى بركوع أو سجود في الصلاة غير ركوع الصلاة وسجودها قال هنا ويجزئ عنها ركوع الصلاة إن نواها إذا أنا نوتها في الركوع فتجزئ عن السجود لأنه هي نفس إخوان الكرام يعني الركوع مثل السجود إذا أنا نوتها في الركوع فما في مشكلة وإذا نوتها في السجود وسجودها وإن لم ينويها إذا لم ينقطع فور التلاوة بأكثر من آيتين إذا انقطع إخوان الكرام بعد الآية بآيتين هنا ما صفها سجود فوري صفها هنا يجب عليه أن ينويها في الركوع تمام إخوان الكرام وضحت المسألة هيك إذا ما وضحت خبروني أنا إن شاء الله نشرحها لكم بتفصيل أكثر وسجودها وإن لم ينوها إذا لم ينقطع فور التلاوة بأكثر من آيتين وقيل ثلاث آيات والقول أخواني الأحواط هو آيتين قال ولو سمع من إمام فلم يأتم به أو يأتم في ركعة أخرى سجد خارج الصلاة في الأظهر إذا أنا دخلت للمسجد فسمعت الإمام عم يقرأ آية السجدة فأنا ما لحقته في هذه الركعة ويعني ممكن رحقه في الركعة الثانية أو الثالثة يعني شغلت تليفون مثلاً إجاني فأنا هو قال ولو سمع من إمامي فلم يأتم به الساعة ما أتميت بالإمام أو يأتم في ركعتين أخرى تمام سجد خارج الصلاة في الأظهر تمام إخواني الكرام إذا أنا سمعت وما سجدت كيف أدي أسجد مع الإمام والإمام هو الضامي ما فيني أنا زيد شيء من عند مني فلذلك أخواني الكرام شو بيصير هنا نحن بس ننتهي من الصلاة نسجد سجدة التلاوي لحالنا تمام أخواني الكرام قال ولو سمع من إمام فلم يأتم به أو يأتم في ركعة أخرى سجد خارج الصلاة في الأظهر وإن اتم قبل سجود الإمام من عيدة وإن اتم قبل سجود إمامه لها سجد معه إذا تميت أنا مع الإمام فأسجدها مع الإمام وإن اقتدى به بعد سجودها في ركعتها صار مدركا لها حكما فلا يسجدها أصلا كيف أخواني الكرام يعني أنا دخلت الصلاة فألا أنا سجدت مع الإمام فالإمام ممكن يكون نواها في الركوع وأنا نويت الصلاة وكنت معهم في الركوع وسجد الإمام صارت مدركا لها حكما فلا يسجدها أصلا خلاص مش حالة ولم تقضى الصلاتية خارجها إذا أنا مثلا أثمت بهذا الأمر أنه أنا تليت آية السجدة ولكن ما سجدت في الصلاة قال لا تقضى خلاص لأنه ليش؟ لأنه قال هنا المؤلف لأن لها مزية الصلاة فلا تتأدى بالسجود خارجها لأنها أنقص من السجود فيها يعني صفت ما حتأخذ أنت حتكون قوية مثل ما كانت قوية في الصلاة مش حالة وأنا آثم يعني أنا حملت آثم بهذا الأمر ولم تقضى الصلاتية خارجها ولو تلا خارج الصلاتي فسجد ثم أعاد فيها سجدة أخرى يعني أنا تليت خارج الصلاة سجدت رد رجعت لنفس المجلس طبعا إخوان الكرام كمان قرأت آية السجدة في الصلاة كمان بدي أسجدها وإن لم يسجد أولا كفته واحدة في ظاهر الرواية كمن كررها في مجلس واحد لا مجلسين طبعا في ظاهر رواية أخوان الكرام هذا كتاب للإمام محمد بن حسن الشيباني فروية في كتابه قال إن لم يسجد أولا كفته واحدة تمام يعني سجدة واحدة عن التلاوتين يعني وجود كان مثلا كرر مرتين ثلاثة أربعة سجد كفته واحدة كمان كررها في مجلس واحد لا مجلسين تمام قال هنا بما يتبدل به المجلس ما يتبدل به المجلس قال ويتبدل المجلس بالانتقال منه ولو كان مسدية طبعا هي مصلحة أخوان الكرام كانت في قديم الزمان ومعروفة بين أجدادنا أنه عبارة عن خيوط النسيج تنسج كانت في زمان فتعفوا كيف يفوتوها من تحت ويحطوا لها في الحيطان يضعون لها الخشب وممكن يروحوا يجي فقال هنا يتبدل المجلس بالانتقال منه ولو كان مسديا وبالانتقال من غصن إلى غصن تمام يتبدل المجلس وعوم في نهر نهر كان يقطع مثلا فيه من مكان لما كان تبدل المجلس مع أنه هو نهر واحد لكن تبدل المجلس أو حوض كبير في الأصاح المسبح قال هنا ما لا يتبدل بالمجلس قال ولا يتبدل بزوايا البيت إذا كنت أنا أععد في البيت وقرأت السجدة عشر مرات خمس عشر مرات أسجل سجدة واحدة والمسجدي ولو كبيرا إذا كان المسجد كبير بس لكمان هو كمان لا يتبدل به المجلس ولا بسيري سفينة قاعد في السفينة كمان لا يتبدل به المجلس ولا بركعتين وبركعتين لا يتبدل المجلس وشربة شربة ما لا يتبدل به أما إذا كان عم يشرب كتير فهنا يتبدل وأكلوا أو أكلي لقمتين إذا أكلت الأمتين لا يتبدل المجلس إذا أكلت مثلا ما شاء الله رغيف أو رغيفين لو تبدل المجلس ومشي خطوتين كمان أكتر منهم يتبدل المجلس ولا بالاتكاء ما تبدل المجلس وقعود وقيام وركوب ونزول في محل تلاوته لا يتبدل المجلس ولا بسير دابته مصليا وعم يقرأ آية التلاوة لا يتبدل المجلس لكن إذا كان معه شخص ماشي فهو الذي يتبدل مجلسه لا أنا تمام أخوان الكرام قال ويتكرر الوجوب على السامع بتبديل مجلسه وقد اتحدى مجلسه التالي لا بعكسه على الأصح كما تكلمنا يتكرر الوجوب على السامع بتبديل مجلسه وقد اتحدى مجلسه التالي تمام يعني مثلا أنا نعتبره لكننا في المسجد فالإمام يجلس ويتكلم بالميغريفون عن آية السجدة قال آية السجدة فأنا سمعت تمام طلعت لبرة قرأ آية السجدة سمعت برة صار عندي سجدتين تبدل المجلس هو متحد عنده المجلس تمام أخوان الكرام قال هنا متفرقات في أحكام سجود التلاوة قال وكرها أن يقرأ سورة ويدعى آية السجدة لا عكسه طبعا إذا وصل أخوان الكرام لآية السجدة بيقرأه فهيك في عليه إثم كبير جدا وإبليس طرد من الجنة بسبب سجدة فيجب علينا إذا وصلنا إلى آية السجدة أن نسجدها لو شو ما صار معنا أخوان الكرام قال وكرها أن يقرأ سورة ويدع آية السجدة وصل عند آية السجدة لا يبدو يقرأه لا هذا في مشكلة ويخشى على إيمانه لا عكسه وندب ضم آية أو أكثر إليها ضم لحنا آية أو آيتين وندب من الندب وندب ضم آية أو أكثر إليها قال هنا أي السجدة لدفع توهم التفضيل كيف أخوان الكرام هذا الكلام لدفع توهم التفضيل يعني حتى لا تكون آية فضلها على فضل آية أخرى تمام أخوان الكرام مثلا والله سورة الملك أفضل من سورة الصمد أو آية الكرسي أفضل من سورة الواقع لا أخوان الكرام كل قرآن كريم لا تفضل بعضه على بعض لدفع توهم التفضيل تمام وندب إخفاؤها من غير متأهب لها إنسان أععد في السوق وعم يقرأ وعم يخلي العالم كلها تسمع آية السجدة كلهم هؤلاء هؤلاء آثمون لأنه عم يسمعون آية السجدة وهي مشكلة كبيرة إخوان الكرام يعني يعني إنسان ما بيكون مثلا مارئ بالسوق وبدأ يسجد وين أنت علقت في ربته وسجدة هيك قال وندب إخفاؤها عن غير متأهب لها وندب القيام ثم السجود لها وندب القيام إذا أنا مثلا قد قاعد فقرأت آية السجدة فأنا قاعد سجدت ما في مشكلة ولكن الأفضل والأثوب إخوان الكرام أنه أنا وقف وأسجد سجدة التلاوة قال وَلَا يَرْفَعُ السَّامِعُ رَأْسَهُ مِنْهَا قَبْلَ تَالِيْهَا طبعا كمان بينا ندب إخوان الكرام يعني كنا عندين في مجلس نحن فالسامع قرأ آية السجدة قال نودي بار يعني لا يرفع رأسه تاليها السامع قبل تاليها وَلَا يُؤْمَرُوا تَالِيْ بِالتَّقَدُّمْ يعني القارئ لا يؤمر بالتقدم إلى الأمام وَلَا السَّامِعُونَ بِالإِصْطِفَافِ فَيَسْجُدُونَ كَيْفَ كَيْفَ كَانُوا ما في لا نقف جن بعضنا ولا شيء موشتنا اسمعنا آية السجدة وكل واحده هو واقف مكانه يسجد سجدة التلاوة لا منصف ولا منأتم بحدا ولا بيكون حدا فينا إيمان ولا شيء تمام إخوان الكرام قال هنا شروطها وكيفيتها قال وشرط للصحتها شرائط الصلاة إلا التحريمة شرائط من تسطر عورة من استقبال قبل إخوان الكرام من مكان السجود الطاهر هذه شرائط للصحة سجدة التلاوة إلا التحريمة ما فيها تحريمة وكيفيتها أن يسجد سجدة واحدة بين تكبيرتين هما سنتان بلا رفع يد ولا تشهد ولا تسليم هذه عند الإيمان أبو حنيفة أنا إذا بدي أسجد سجدة التلاوة من غير ما أرفع يدي بقول الله أكبر بسجد سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي أعلى ثم أجلس جلسة التشهد بدون سلام عند الإمام الشافعي بالعكس نرفعه يدينا ونسجده وثم نقول السلام عليكم الحمد لله كل على مذهبه ثم قال فصل في سجدة الشكر خلينا نتابع هذا كمان الباب هذا أخوان الكرام هو قصير يعني كله كم سطر إن شاء الله وننتهي قال هنا سجدة الشكر مكروهة عند أبي حنيفة رحمه الله لا يثاب عليها وتركها أولا لأن الإمام الحنيفة يعني قال إذا إنسان بدأ يشكر رب العالمين فيصلي لكعتين شكر لله سبحانه وتعالى يعني لا يسجدوا سجدة شكر وقال وقال الصاحبين يعني الإمام أبو يوسف والإمام محمد هي قربة يثاب عليها وهيئتها مثل سجدة التلاوة مثل ما سجدة الشكر مثل سجدة التلاوة فائدة مهمة لدفع كل مهمة قال الإمام النسفي طبعا قال هنا هو الإمام عبد الله بن أحمد المتوفي سنة 701 هجري من أكابل علماء الحنفية قال هنا في الكافي من قرأ آية سجدة كلها في مجلس واحد وسجد لكل منها كفاه الله ما أهم عندك هموم اقرأ 14 آية السجدة ثم اسجد لكل منها ف واسأل الله سعى الله بدعائك أن يكفيك الله همك فإن شاء الله في هذه سر كبير وسر عظيم مخفي عن الناس إخواني الكرام فكن أنت من الذين يستمعون إلى هذا الدرس وإن شاء الله سوف تنال ما مرادك بإذن الله ولا تنسانا من الدعاء وثم قال باب صلاة الجمعة أخواني نقف هنا وإن شاء الله نكمل معكم في درس جديد إن شاء الله ولا تنسونا من الدعاء بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم لا تنسوا إخواني الكرام ضغط على زر الإعجاب ومشاركة الفيديو ومشاركة القناة لتكون لكم ولي صدقة جارية فالدار على خيرك فاعله بارك الله بكم وأحسن الله إليكم والسلام عليكم ترجمة نانسي قنقر